وتنضم إلينا من الخرطوم مراسلة الغد سهام سعيد سهام يعني كيف يبدو الوضع الميداني لديك الآن؟ نعم مرحبا بكم أسعد الله وأوقاتكم الوضع الميداني يبدو متأزم جدا في الشوارع الخرطوم تبدو الخرطوم مختنق جدا لا يستطيع الإنسان الحرك فيها بسهولة قبل حوالي ساعتين من الآن كانت هناك معارك كروفر بين المتظاهرين والمحتجين وبين شرطة مكافحة الشغب بسياراتها المميزة الكبيرة وبتحرك أفرادها على الأرض كان هناك إطلاق كثيف لعبوات الغاز المسيل للدموع وكان المحتجون يأخذونها ويعيدونها مرة أخرى نحو الشرطة ونحو المواطني كانت معارك استمرت لزمن بين الشرطة وبين المحتجين على شارع النيل وفوق جسر المكنبي حتى أخيرا نجحت الشرطة في إجلاء هؤلاء المحتجين وفتح شارع النيل أمام الحركة وأيضا جسر المكنبي وعلى الجانب الآخر من جسر المكنبي على مدينة الخرطوم ما زالت قوات الشرطة بسياراتها الكبيرة موجودة هناك حتى تؤمن عملية فتح الجسر وتطمئن عليه والي الخرطوم أصدر تصريحا صحفيا برغم أن كل وسائل الإعلام وكل الذين يراقبون الوضع في الخرطوم تحدثوا عن أن من يغلقون الشارع النيل وشوارع الخرطوم الرئيسية هم من معتصيمي القصر الجمهوري إلا أن والي الخرطوم تحدث في تصريحه الصحفي بصورة محددة بأن هؤلاء هم منسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول هم الذين أغلقوا الطرق وأغلقوا شارع النيل وجسر المكنبي وتم التعاون معهم بصورة قانونية كما ذكر في التصريح الصحفي إذا كان ذلك هو الوضع الميدني فماذا عن الأوضاع السياسية آخر التطورات السياسية ملاحقة للإعتصامات والتظاهرات نعم مثل ما هو الوضع على الأرض شوارع الخرطوم المختنقة أيضا تبدو الأزمة السياسية أيضا هي يبدو سودان مختنقا الآن بأزمته السياسية المبعوث الأمريكي الخاص في الخرطوم منذ الأمس التقى بالفريق البرهان وبحمدوك وبنائب الفريق البرهان حمدان ديجلو نائبي في المجلس السيادي وعقد معهم لقاءاته بضرورة أن يكون هناك نوع من التعامل والحوار بينهم لإدارة الفترة الانتقالية وفقا كما قال لرغبات الشعب السوداني التي تأكدت في المواكب الكبيرة التي خرجت في يوم الحادي والعشرين من أكتوبر ينتظر اليوم أن يلتقي المبعوث الأمريكي بطرفية الحرية والتغيير وبالأمس شهدنا الندوة التي عقدتها عقدها المجلس المركز الحرية والتغيير بوكالة السودان للأنباء والهرج الكبير الذي حدث فيها يبدو أن أيضا الطرفين في الحرية والتغيير ما زال يتعنتان ولا أحد فيهما يعني يصغي لعملية حوار هناك حديث أيضا في وصال إعلام محلية عن نوع من الجدال أيضا في الحرية والتغيير الأصلية المجلس المركز الحرية والتغيير هناك أيضا تجاذبات داخل الحرية والتغيير الجسم الأساسي إذن الكثير من التجاذبات الكثير من الأزمات السياسية الصغيرة التي تؤدي لأزمة سياسية كبيرة يعيش السودان الآن بينما تخلق الأزمة الاقتصادية المواطنين في ظل تناقص المخزومة الموادة البترولية في ظل إغلاق الميناء الرئيسي بور سودان وإغلاق الطريق القومي إليه هناك السلعة الاستراتيجية الآن في حالة شح كبير مهدد بالانعدام أو الانقراض يعني المواطن السوداني يعاني أزمات كبيرة جدا وأيضا الأزمة السياسية التي تخنق البلاد ولا ندري حتى الآن أين سيكون الحل شكرا جزيلا لك سهام سعيد مراسلة الغد كنت معنا من العاصمة السودانية الخرطوم